في عنوين نشرة الليلة نصر الله يدعو السعودية إلى التعقل ومحاسبة حزب الله أنا أعمى ما بشوف أنا ضواب السيوف البخاري يقترح على عون إفادة بسيل للإطمأنان على الحريري الجديد تكشف إخفاق خطة مبايعة بهاء الخارجية الأمريكية تحمل حكومة اللبنانية المساعدات السعودية للبنان تهويل بالأرقام طبعا بما أنه عنده استثمارات للبنانيين وعنده استثمارات للسعوديين بده يفكر للعشرة الواحدة وحملة لعودة الحريري أعظم احتجاز في التاريخ في فن الخبر الفنانون مع الغالبون مثال هو التبعية وفي النشرة رفع صور على لوحات إعلانية للرئيس ومن حبك يا سعد تفاصيل هذه العنوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل موسيقى 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 وفي اليوم السابع استعاد لبنان حصانة وطنية غير مسبوقة دعما لحملة استعادة رئيس حكومته سعد الحريري المحتجز في السعودية وكل على موقف واحد الرئاسة الأولى رأس حربة الدفاع المقاومة بقائدها تقدم خطابا على مستوى المسئولية عائلة الحريري مع كتلته أصبحت على تفاهم تام لمجريات اللحظة الأولى حتى يومنا هذا وقد باتت على قناعة بأن ابنها ليس في وضع سياسي صحي والصورة التي يملكها لبنان عن أحوال الحريري يمتلك مثلها سفراء الدول الغربية والعربية الذين التقاهم اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وهو أبلغ القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري اعتراضه على الطريقة التي استقال فيها الحريري قائلا هذا أمر غير مقبول فاقترح البخاري على رئيس الجمهورية إفاد وزير الخارجية جبران بسيل إلى الرياض للقاء الحريري والوقوف على أسباب الاستقالة كحل رأى أنه موضوعي لإنهاء هذه الأزمة لكن الرئاسة الأولى لم تعطي جوابا على هذا الطرح الذي بدأ على ناصية السخرية فالموضوعية تقول إن على السعودية الإفراج عن رئيس الحكومة عوضا من إفاد موفد الجمهورية إليه فالحل الأسهل يكمن في الإياب لا في الذهاب غير أن طرح القائم بالأعمال جاء ليؤكد أن الحريري معتقل وقد جاءه إذن بالزيارة أو ما يعرف بلغة السجون المواجهة وهذا ما يرفضه لبنان حيث سينتظر الرئيس عون أسبوع آخر قبل أن يتوجه بالقضية إلى المجتمع الدولي وعلى ما يقرأ من تصريحات دولية فإن الملف يتم تفعيله بما يطوق الرواية السعودية فالسفراء أخذوا علما فرنسا تتحرك وأمريكا أدلت بكلام حاسم لكأنه صدر للتو عن السرايا الحكومية في بيروت إذ قال وزير خارجيتها إن الولايات المتحدة تراقب الموقف بعناية شديدة وتدعم حكومة لبنان الشرعية وتطالب الأطراف الخارجية الأخرى بعدم التدخل فيه وقال تيلرسون إذا كان الحريري سيتنحى كما أفهم الأمر فعليه العودة إلى لبنان لجعل الاستقالة رسمية داعيا كل الجهاد في لبنان والخارج إلى احترام سيادته ومؤسساته الشرعية محذرا من استخدام هذا البلد ساحة لصراعاتهم بالوكالة ولم تكن الخارجية الأمريكية وحدها من أدل بكلام رادع إذ إن نظيرتها الفرنسية تقدمت بموقف لافت في توقيته إذ إنه أعقب لقاء الرئيس مانويل مكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطار الرياض يوم أمس وبدأ أن مكرون خرج على غير قناعة بالسيناريو السعودي عن وضع الحريري إذ قالت الخارجية الفرنسية إن باريس تريد أن يكون الحريري قادرا بشكل كامل على القيام بدوره الحيوي في لبنان وترجمة هذا الكلام أن رئيس الحكومة محتجز مع سابق إصرار وتصميم هذا الاحتجاز أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في خطاب كشف فيه معلومات عن طلب السعودية إلى إسرائيل ضرب لبنان لكن نصر الله استبعد الحرب الإسرائيلية لأن تل أبيب تعرف تكلفة الحرب معنا وقال نصر الله إن إهانة رئيس الحكومة اللبنانية إهانة لكل لبنان وإن بقاءه قيد الإقامة الجبرية يجب أن لا يسكت عنه أي لبناني أو عربي أو إنسان حر في العالم وأضاف نحن نعتبره محتجزا في السعودية وعلى اللبنانيين استعادته وبعد ذلك هو حر وبين نصر الله أن الحرب على لبنان اليوم هي عشوائية ومن يديرها لا خبرة ولا تجربة له وعلى طريقة أنا أعمى مبشوف أنا ضرى بسيوف لكن لبنان تمكن خلال أسبوع الأزمة من أعلاء وحدته وميز للمرة الأولى بين الطريقة السعودية وبين البلد الديمقراطي الحر وهذا التمييز وصفه على أفضل صورة وزير الداخلية نهاد المشنوق عندما انتقد الجهل بطبيعة لبنان وطبيعة السياسة فيه وقال إننا لسنا قطيع غنم ولا قطعة أرض تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر وأضاف نحن انتخبنا الرئيس سعد الحريري باعتباره ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 أما عام 2009 فقد انتخبه اللبنانيون باعتباره سعد الحريري بتجربته وخبرته بأخطائه وصوابه وبقدراته ففي لبنان تجري الأمور بالانتخابات وليس بالمبايعات هي الجرأة من أبو صالح لقول الكلام الصالح وإن على حد السيف إذن بعبدة ثابتة على موقفها عودة رئيس الحكومة أولا عرض سعودي للمناورة هذه كانت مهمة القائمة بالأعمال السعودي وليد البخاري في بعبدة البخاري اقترح على رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن يزور وزير الخارجية جبران بيسيل الرياض للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري أوصات دبلوماسية قالت للجديد أن السعودية ترى في هذا الاقتراح حلا موضوعيا لإنهاء أزمة الاستقالة لكن أوصات متابعة للقاءات بعبدة علقت للجديد على اقتراح الرياض بالقول قياسا على لقاءات الحريري في الأسبوع الماضي فإن هذا الاقتراح هو مصحى مع الإشارة إلى أن الرئيس الحريري التقى أخيرا بضع شخصيات فهل تهدف السعودية من لقاء الحريري بيسيل إلى القول إن لبنان تبلغ رسميا الاستقالة لتنتفي الحاجة إلى المطالبة بعودة الحريري لكن وفي المقابل كان الرئيس عون حاسما أمام البخاري فأبلغه أنه من غير المقبول الطريقة التي حصلت فيها الاستقالة وطالب بعودة الحريري إلى لبنان وبحسب معلومات الجديد فإن البخاري لم يطرح أي اسم بديل لتولي رئاسة الحكومة وأمام سفراء مجموعة الدعم الدولية أبدعون قلقه من الظروف التي تحيط بوضع الحريري مطالبا بضرورة جلائها وفقا للاتفاقيات الدولية التي ترعى العلاقات بالدول والحصنات التي توفرها لأركانها وفي معلومات للجديد فإن رئيس الجمهورية أعلم السفراء أنه سينتظر أياما قبل أن يتوجه بخطوة إلى المجتمع الدولي من جهتها رحبت مجموعة الدعم بدعوة عون إلى عودة الحريري مبدية قلقها حول الوضع والغموض السائد في لبنان وقد علمت الجديد أن معطيات السفراء شبيهة بمعطيات لبنان الرسمي بشأن استقالة الحريري وإقامته الجبرية في السعودية اليوم الدبلوماسي الطويل في بعبدة شمل لقاءات لعون مع سفراء عرب وأجانب وسيخص عون يوم السبت لتقويم هذه اللقاءات ومتابعة اتصالاته على أن يخاطب الرئيس اللبنانيين عندما يجدوا ضرورة لذلك في ذكرى أربعين الإمام الحسين ويوم شهيد حزب الله الأمين العام لحزب الله يطالب السعودية بإطلاق سراح الحريري ويوجه سلسلة انتقادات إلى سياساتها في لبنان بالفم الملآن قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان الاختلاف في السياسة بين السيد نصر الله والرئيس الحريري لم يمنع الأمين العام لحزب الله من رفع الصوت والمطالبة بإطلاق سراح رئيس حكومة لبنان نافيا أن تكون هذه الحكومة في حال استقالة وانتقد في الوقت عينه محاولة السعودية فرض زعامة جديدة ورئيس حكومة جديدة على البلاد ونحن نعتبر في حزب الله وأعتقد كل لبنانيين يعتبرون هكذا أن إهانة رئيس الحكومة اللبنانية هي إهانة لكل لبناني حتى لو كنا نختلف في السياسة ويتم التصوف معه بهذه الطريقة وصولا إلى إجباره على الاستقالة وإجباره على تلاوة بيان لم يكتب حرفا واحدا فيه ومنعه من العودة إلى لبنان نضم صوتنا إلى كل اللبنانيين وإلى ما صدر بالأمس عن الاجتماع المشترك لتيار المستقبل وكتلة المستقبل بالدعوة ووجوب إلى وجوب عودة الرئيس الحريري إلى لبنان يجب أن يعود إلى لبنان خليه يرجع طيب ماشي مستئيل بيجي على أصر أبو عبدالي يقول لي أخي أنا ما بدي يكمل رئيس حكومة فليأتي إلى لبنان وليقول ما يشاء وليفعل ما يشاء يمكن يجي على لبنان يقول أنا بدي يكمل رئيس حكومة يمكن يجي يقول أنا بدي يستئيل يمكن يجي يعلن حرب على حزب الله يمكن يجي ما بعرف شو بيجي بعمل لكن خلي يجي حاليا نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية ولا قيمة لها على الإطلاق لأنها وقعت تحت الإكراه والإجبار وليس لها أي قيمة إذن نحن لسنا أمام استقالة لا نعترف بهذه الاستقالة وهذا يترتب عليه أن الحكومة الحالية هي حكومة قائمة وفعلية ودستورية وقانونية وشرعية وليست حكومة مستقيلة والوزراء ليسوا وزراء تصريف أعمال وبناء عليه أيضا لا معنى لاستشارات نيابية كما طالب البعض من المستعجلين بل من المتآمرين الأمين العام لحزب الله تحدث عن سياسة للرياض تقوم على بث الرعب من احتمال شن حرب وتحريد اللبنانيين بعضهم على بعض بهدف ضرب حزب الله كاشفا عن معلومات تؤكد أن السعودية تحرد إسرائيل أيضا على ضرب لبنان السعودية جاية فيش خلقه بلبنان فيش خلقه فينا يا خي أنا لا تحدث عن تحليل أنا تحدث عن معلومات عن معلومات السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان وحاضرة أن تقدم في أزاء ذلك عشرات مليارات الدولارات في الإعلام الإسرائيلي إذا بتتابعوا كلام كثير عن أن حرب تموز 2006 كانت بطلب سعودي ألا قصة حرب وإن طلبتها السعودية أنا لا أجزم على بعض الناس بقول أنت وعملت لا نحن لا نجزم لا يستطيع أحد أن ينفي نفيا قاطعا ويقسم يمينا على هذا الأمر لكن نحن نقول نحن نستبعد أقول لهم نحن اليوم أقوى عودا أشد عودا أقصى عودا وأقوى وقودا وأحذرهم من أي خطأ في الحسابات من أي خطأ في التقدير من أي خطوة ناقصة من أي محاولة لاستغلال وضع لا يظن الإسرائيلي أنه نحن هلأ مربكين وخائفين وقلقين لا 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 على الإطلاق وعرج نصر الله على الملف اليمني كاشفا أن اليمنيين بات لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ لكن السعودية تستخف بقدراتهم وتحاول تغطية فشلها في صنعاء بتوجيه التهم إلى طهران وحزب الله موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون التقى المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان حيث جرى البحث في عدد من المسائل المشتركة بين البلدين في حضور سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور والمستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة الفلسطينية السفير مجد الخالدي وكان أبو مازن قد زار السعودية والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز كما اتصل هاتفيا برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبعد الأردن توجه اللواء إبراهيم إلى باريس في مهمة جرى إدراجها في عداد متابعة قضية تغييب الرئيس الحريري وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون يدعو الحريري إلى العودة إلى لبنان لبد استقالته ويحذر من استخدام لبنان ساحة للصراعات بالوكالة أكد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون دعم بلاده لاستقلال لبنان واحترام رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري كشريك قوي للولايات المتحدة داعيا كل الجهاد في لبنان والخارج إلى احترام سيادته ومؤسساته الشرعية وحذر من استخدام لبنان ساحة لصراعاتهم بالوكالة وعلى الرغم من تطمين الجبير لتيلرسون إلى أن الحريري اتخذ قرار الاستقال بإرادته إلا أنه بعد الكلام عن احتجاز رئيس الحكومة اللبناني في السعودية رغما عنه أكد تيلرسون أن الولايات المتحدة تراقب الموقف بعناية شديدة وتدعم حكومة لبنان الشرعية وتطالب الأطراف الخارجية الأخرى بعدم التدخل فيه مضيفا إنه إذا كان الحريري سيتنحى فعليه العودة إلى لبنان لجعل الاستقالة رسمية وأمل أن يفعل ذلك إذا كانت نيته لا تزال التنحي لكي تتمكن الحكومة اللبنانية من أداء مهماتها كما ينبغي وعن حملة التطهير التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال تيلرسون إنها لا تزال غير واضحة كما تثير القلق حتى يتضح كيف سيعامل المحتجزون لكن لا يبدو وفق الخارجية الأمريكية أن حملة التطهير ستصل إلى حد اعتقالات جماعية أكد مسؤول بمكتب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لبكالة الأسوشيديد براس أن رئيس الحكومة سعد الحريري شدد خلال لقائه السفيري فرنسا وأمريكا في السعودية أنه ليس سجينا في السعودية وذكرت الوكالة أن ماكرون قام بزيارة مفاجئة أمس حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكشف المسؤول الفرنسي أن الحريري لم يطلب لقاء ماكرون مؤكدا أنه ليس لدينا دليل على أن حياة الحريري بخطر وعزير خارجية فرنسا حرية الحريري في تنقلاته أكدت الخارجية الفرنسية أن باريس تريد أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قادرا على نحو كامل على أداء دوره الحيوي في لبنان وذلك عقب زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية في محاولة لاحتواء التوتر بين إيران والسعودية وكان قد عقد ماكرون محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض التي وصل إليها آتيا من الإمارات العربية المتحدة وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فإن الرجلين بحثا الوضع في لبنان في عقاب استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقد أكد رئيس ماكرون الأهمية التي تليها فرنسا لسقرار لبنان وأمنه وسيادته ووحدة الرضيه ولم يذكر البيان بحسب وكالة رويترز شيئا عما إذا كان ماكرون قد تحدث إلى الحريري أو التقاه في خلال زيارته الرياض وكالة الأنباء السعودية من جهتها اقتصر بيانها على إعلان أن ولي العهد بحث في اجتماعه بالرئيس الفرنسي العلاقات السعودية الفرنسية إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمن المنطقة بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب وأكد بيان وكالة الأنباء السعودية أن ماكرون عبر عن استنكار بلاده لاستهداف القوات الحوثية مدينة الرياض بصاروخ باليستي مؤكدا وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة واللافت في مواقف ماكرون الكلام الذي سبق أن أعلنه من دبي في مؤتمر صحفي قال فيه أنه كانت هناك اتصالات غير رسمية مع الرئيس سعد الحريري نافيا أن يكون قد جرت تقدم بطلب لنقله إلى فرنسا كلام ماكرون ترافق وموقفا لافتا لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان لإذاعة أوروبا من أن الحريري حر في تنقلاته تشير معلوماتي إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية حر في تنقلاته لقد توجه إلى أبو ظبي عشية قدوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالتالي نعتقد أنه حر في تنقلاته موقف لودريان قابله موقف للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أعلنت فيه أن بلادها ليس لديها سبب للاعتقاد بأن رئيس الحريري محتجز في السعودية وبعد زيارة قصيرة ومفاجئة إلى السعودية عاد ماكرون إلى باريس وأجرى مبحثات ثنائية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر الإليزي تناولت زيارة ماكرون إلى المملكة وزيارة الرئيس الألماني الأخيرة لموسكو قبل أن يدشنا معا أول مضحف ألماني فرنسي في أقليم الألزاس عن الحرب العالمية الأولى أفاد المكتب العالمي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأن الحريري استقبل في دارته في الرياض ظهر اليوم السفير الإيطالي لدى المملكة لوكا فراري ثم استقبل السفير الروسي سيرجي كازلوف الجبير يتهم حزب الله بعرقلة مبادرات رئيس الحكومة سعد الحريري رأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن حزب الله اختطفت دولة اللبنانية ووضع الحواجز أمام كل مبادرة لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري على حد تعبيره مضيفا أنه وفوق كل هذا يصر الحزب على الاحتفاظ بالسلاح ما يتعارض واحترام سيادة المؤسسات الرسمية نحن سوف نبحث عن طريقات ما يتخلق حزب الله حزب الله وحزب الله وحزب الله يتصلك أيضاً للقناة إلى إجابة التواصلات في قناة العملية. هناك المتحدث في السيارة. ستكون لديك ابنه سيكون سوى فرقكة إليها وضعها، ويقوم بعملها بالمساعدة لاياسيات؟ أحياناً لديك العملية من العالم، إذا كنت لا يوجد كلاماً، مع المعرفة إلا إيرانا، تحقق مقابلات التواصلات التواصلات وأكد الجبير أن بلاده لا يمكن أن تسمح بأن يكون لبنان قاعدة للهجمات التي تحدث في السعودية مشيرا إلى أن ما آلت إليه أوضاع لبنان هو نتيجة نشاطات حزب الله الإرهابية سأل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جمبلاط في تصريح له عبر تويتر كم يشعر لبنان واللبنانيون بالوحدة واليتم في هذا الوقت لكون المملكة السعودية غاضبة عليهم وعلى ابنها وابن لبنان البار سعد رفيق الحريري هذه التغريدة عاد وحذفها جمبلات عن صفحته بعد دقائق يصل عدد لبنانيين في السعودية إلى نحو 350 ألفا وتعد الجالية اللبنانية أكبر جالية عربية مستثمرة في المملكة بحيث تضم ألاف المستثمرين ورجال الأعمال وأكثر من 600 مؤسسة لبنانية وتقدر استثمارات اللبنانيين في السعودية بعشرات المليارات من الدولارات مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4 مليارات ونصف مليار دولار سنويا منها 50% من الجالية اللبنانية في السعودية فكيف يبدو المشهد اليوم في ظل التوتر الحاصل بين البلدين في تقرير لصندوق النقد الدولي بخصوص حجم المساعدات السعودية للدول العربية في السنوات الأربع الأخيرة تبين أن السعودية قدمت إلى هذه الدول نحو 22 مليار دولار ذهب النصيب الأكبر منها إلى مصر التي وصل إليها نحو 7 مليارات دولار وأما الباقي فتوزع على الأردن والبحرين واليمن فضلا عن الضفة الغربية وقطاع غزة ولافت في تقرير صندوق قياب لبنان عن اللائحة وحتى المليارات الثلاثة التي وعدت بها السعودية لتسليح الجيش اللبناني بقيت وعدا لم تفي به فيما ذهبت مليارات أجيالها إلى الجيب الأمريكي مع زيارة دونالد ترامب للمملكة ما يطرح السؤال حول حقيقة حجم الإفادة اللبنانية من السعودية فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري والخدمات السياحية والقطاع المصرفي خليج كله حجم مبادلاته معنا ما بيتجاوز 10% من كل مبادلاتنا والسعودية ربما 5% السياحة السعودية هون اللي هي صادرات خدمات من قبلنا تراجعت معادي إلى دور ووزن محور المالي المصرفي كل الوداءة الرعاية السعوديين لا تتجاول 1-2% مجموعة قيمة الوداءة في لبنان أما الأمانات الأمانات اللي أوضعتها الحكومة السعودية لدى مصرف لبنان واللي بتتقضى عليها فوائد في مليار بفترة حكى أمانة بقيمة مليار دولار الوداءة 35 إلى 40 مليار الاحتياطي مصرف لبنان أما في موضوعي الاستثمارات المتبادلة وحجم تحويلات المغتربين فأن أي خطوة سعودية غير مدروسة سيكون وقعها السلبي على البلدين معا ما ترصد من أصول لمستثمرين سعوديين حكما يقدر بمليارات الدولارات موجودة عمنا طبعا اللبنانيين اللي عم يشتغلوا بالخابة السعودية عندهم أيضا أصول وموجودات بما أنه عندهم استثمارات للبنانيين أنه عندنا استثمارات للسعوديين أريد أن يفكر للعشرة الواحدة حوالي ربع تحويلات التي تأتينا من كل اللبنانيين يشتغلوا برا ربع تقريبا مصدر السعودي حوالي مليارين دولار بالسنة ورغم كل العاصف الفضيعة أريد أن يعد الواحد كمان بتأني حول مخاطر قرار بطرد أو ترحيل جماعي أو نصف جماعي نتيجة التعيادات الكبيرة كون غالبية هذه المواد البشرية بمواقع خبرات ورجال أعمال ومش بسهولة استبدالهم ألقت اعتقالات الأمراء السعوديين بظلالها على الاقتصاد السعودي الذي أصابه الشلل فهبط مؤشر البورصة هبوطا حدا نعكس على الأسواق المالية الخليجية برمتها وآخاف المستثمرين من اقتصاد يعاني ركودا في الفترة الأخيرة وتنام الدين العام الذي وصل إلى 100 مليار دولار 60% منه دين داخلي و40% دين خارجي ما يهدد بخفض التصنيف الاعتماني للمملكة الذي تجريه وتعديل نظرة وكالة فتش المستقبلية من مستقرة إلى سلبية الإنحلاق قناة الجديد تفاصيل جديدة في قضية احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري ترويها قناة الجديد من لحظة وصوله إلى الرياض إلى بيان الاحتجاز وما تلاه من مراحل القيد السياسي تتكشف شيئاً فشيئاً الرواية الكاملة لاحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية وجديد المعلومات أن الحريري استدرج إلى الدوان الملكي للقاء ولي العهد محمد بن سلمان لتحديد موعد للقاء الملك بعدما وصل إلى السعودية في اليوم السابق واستقبل بشكل طبيعي وانتقل للمبيت في منزله بشكل طبيعي في اليوم التالي يستيقظ الحريري ليفاجأ بعدم وجود الأمن السعودي أمام منزله فيذهب بمرافقة أمنه الخاص إلى الدوان بجينز وتيشرت لكنه يفاجأ بأن ولي العهد غير موجود ويبلغه المسؤولون في الدوان أن الأوامر تقضي بأن يقرأ بياناً مكتوباً أعد مسبقاً وفيه استقالته من الحكومة أربع ساعات من المفاوضات مع مسؤولي الدوان الملكي لمحاولة التملس من قراءة البيان من دون جدوى لم يفق أمام الحريري خيار سوى قراءة البيان بعدما أرغم على ارتداء بدلة رسمية فأني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية بمواكبة أمنية مشددة يجري نقل الحريري إلى فيلا بجانب فندق الريتس كارلتون حيث يحتجز الأمراء السعوديون بمراقبة وحراسة من شركة بلاكووتر الأمنية الخاصة فيما تولى الأمن السعودي حصرا حراسة فيلا الحريري في اليوم التالي خرجت صورة للحريري مع السفير السعودي لدى لبنان المعين حديثا ثم صورة أخرى في اليوم الذي يليه مع الملك سلمان بن عبد العزيز قبل أن ينقل الحريري بطائرة سعودية إلى أبوظبي يرافقه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان للقاء حاكمها محمد بن زايد النهيان ويقتصر الحديث بين الرجلين على ذكريات الصداقة والمواضيع العائلية والخاصة بعد قطيعة ولا يجري التطرق نهائيا إلى أي ملف سياسي بعدها يبلغه حاكم أبوظبي أن مستشار الأمن الوطني في أبوظبي تحنون بن زايد النهيان ينتظره على الغداء وتغيب السياسة أيضا عن اللقاء ليقتصر الحديث على البر ورحلة الصيد من أبوظبي حاول السعوديون الترتيب لزيارة الحريري إلى البحرين للقاء الملك حمد بن عيسى الخليفة الذي تذرع بأن لديه جدوى المواعيد مزدحما يمنعه من لقاء الحريري حاولوا كذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترتيب موعد لمحاولة ضحض التهم باحتجاز الحريري من دون جدوى فعادوا بالحريري إلى الرياض في أثناء وجود الحريري في أبوظبي استدعت الرياض على عجل بهاء الحريري وبدأت اتصالات بأفراد من العائلة لتوفير نصاب لمبايعاته خليفة لشقيقه سعد رن هاتف السيدة نازق الحريري في باريس وطلب إليها الحضور إلى السعودية لكنها اعتذرت بذريعة معاناتها من آلام في الظهر اتصلت السعودية بالنائبة بهية الحريري وطلبوها إلى الرياض مع ابنها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري فوافقت على أن تحضر في اليوم التالي لكن المتصل أصر على حضورها في اليوم نفسه إلى الرياض ما أثار ريبة العمة بهية التي تيقنت بعد اتصالات أجرتها أن هناك ما يطبخ للإطاحة بابن أخيها سعد وعند فشل السعوديين في تأمين حضور عائلة الحريري تصل بهاء الحريري شخصيا بأفراد عائلته ليطلب إليهم المجيء إلى الرياض لمبيعاته فجاءه الرد الأولوية الآن هي للإطمئنان إلى أخيك سعد في اليوم التالي تخرج كتلة المستقبل النيابية ببيان يؤكد التمسك بقيادة سعد الحريري إن عودة رئيس الحكومة اللبنانية الزعيم الوطني سعد الحريري رئيس تيار المستقبل ضرورة لاستعادة الاعتبار والاحترام للتوازن الداخلي والخارجي للبنان يأتي الدعم في اليوم التالي من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يعلن صراحة رفض مبيعة بهاء الحريري يعني نحن مش أطيع لنا ولا أطعت أرض وتنتقل الملكية طوال شخص لآخر في لبنان الأمور بتصير بالانتخابات مش بالمبايعات القيادة السعودية لم تستسلم للفشل تلو الفشل ترسل في طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عجل لتأمين الهدف من استقالة الحريري والمتمثل في القيام ببلبلة وتصعيد سياسي وصولا إلى توتير أمني عبر استخدام المخيمات لإشعال الفتنة غير أن الحريري أبلغهم عدم انخراطه في هذه المشاريع لذلك تمت الاستعانة بالرئيس الفلسطيني وطلب إليه تسليم جميع المخيمات في لبنان إلى محمود دحلان وفي اللقاء أصر أبو مازن على ضرورة إطلاق صراح الحريري وتركه ليعود إلى لبنان وأصر على لقائه فدبر المسؤولون السعوديون اتصالا بين أبو مازن والرئيس الحريري شهد عام 2005 تحولا جذريا في المشهد السياسي اللبناني اغتيل الرئيس رفيق الحريري انقسمت البلاد بين 14 من أذار وثامن منه خرج الجيش السوري بعد القرار 1559 تسلمت قوى 14 من أذار بعد الانتخابات النيابية مفاصل الحكم وأعقبت ذلك سلسلة من الاغتيالات التي عمقت الانقسام اليوم ما الذي يشابه تلك الفترة من أحداث أو مناخ دولي إننا نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي سادت قبيل اغتيال الشهيد رفيق الحريري يوم أعاد رئيس الحكومة سعد الحريري عقارب الساعة 12 عاما عادت إلى ذاكرة اللبنانيين تلك الحكبة الزمنية التي شطرت أراءهم عموديا بين مؤيد للوجود السوري ومعارض لتدخلاته في الشؤون اللبنانية فهل فعلا يعيد التاريخ الحديث نفسه في الساحة اللبنانية؟ أولا حكى عن محاولة تهديد حياته وحكى عن الهايمن الإيرانية ومضوع حزب الله الملف كله سوا حطوا بإطار مماثل لعشية 2005 من ناحية أنه طبق لنقول الهايمن الإيرانية على النسخة السورية أنا ذاك بس إذا بدنا نحكي بالظروف الموضوعية للأحداث والتطورات هذه المرحلة ما كانت تشبه هذه كمرحلة زاويته لما عملت تطابق بين المرحلتين دللك على خطورة الوضع اللي أمل عليه أنه إجا الوقت أني أنا شيل غطاية عن هذه التسوية اللي كان فيه وفيت فيها هو قبل بسنة اليوم عبيث كوكب تحالف كتير كبير غربي خليجي بموضوع حزب الله بعقوبات على إيران وعلى حزب الله إيه مظبوط تشبه تماما إذا بدك التحالف اللي قام بالـ 2005-2004 على الـ 15-50 وعلى رفض التمديد وعلى كل مضامين 15-50 بما فيه انسحاب السوري من لبنين إذا كانت أوجه الشبه بين عامي 2005 و2017 موجودة فلأوجه الاختلاف وجود أيضا ففي تلك الحقبة كان الخلاف في قانون الانتخاب سيد الموقف بين المعارضة والسلطة فضلا عن التمديد لرئيس الجمهورية إيميلا حود بدعم ومباركة من سوريا والانقسام العمودي بين اللقاء لبريستول المعارض والرد عليه من عين التين من أطراف السلطة المتحالفة مع سوريا أما اليوم فالبيئة الداخلية لا تبدو حاضنة لانقسام يملى عليها من الخارج نحن بعد السن الرئاسي الأولى والتسوية الرئاسي التي جرت نحن أمام مؤشرات اقتصادية جيدة كنا أمام إقرار لقانون الانتخاب أمام مناخات توافقية سموها رابط نزاع من أجل إرضاء الخارج أيضا وليس إرضاء الداخل لأن في الداخل كان هناك تفاهم وتنصيق بين كل الأفريقاء وبدليل مشيت غالبية الملفات التي كانت معقدة ولكن جاءت الإرادة الخارجية لتعكر هذا التوافق الداخلي ولتعيد اللبنانيين نحو نفس مشهد العام 2005 الأمر الذي انتبه له اللبنانيون وجرت تعاطي معه بحكم وتريث وصبر هل بتتخوفوا أو فيه توقعات أو إشارات لا عمل أمن بيشبه لألفان وخمسة يؤدي لهذا الانقلاب بالألفين وخمسة اجت الاغتيالات لتعزيز الانقسام أنا أخشى اليوم بأن يتم ضرب محاولة ضرب الاستقرار الأمني من أجل خلق هذا الانقسام وتجديده فهل يتم استهداف أحد أو يتم استهداف لبنان بعمل أمني كبير يؤدي إلى خلق هذا الانقسام اللبناني؟ هنا المخاوف وهنا ما يجري العمل عليه من قبل الأجهز الأمنية إذا كان وجه الشبه مع عام 2005 التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية فقد غاب عن بالي كاتب الاستقالة أنه في عام 2017 تبدل اسم المتدخل أما التدخل فبقي واحدا ومكان أعلان الاستقالة دليل على ذلك جوال الحج موسى قناة الجديد بعد الإعلان المفتي يتفهم الاستقالة وعريفي للمستقبل لا تضيع البوسط صور الرئيس الحريري تملأ الشبارع اللبنانية وبنحبك يا سعد جمعت أزمة رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين موالين ومعارضين حول مطلب واحد هو عودته إلى لبنان حملات نظمت لهذه الغاية ودعي كذلك إلى وقفة تضامنية معه غدا وجرى تناقل أغنية عبر تطبيق واتساب بين محبي الرئيس الحريري دعما له في هذه المحنة مهما طال غيابك عنا بتبقى فينا ومعنا ومنا وبتبقى الرمز بموطننا ومنبقى على الوقت من حبك يا سعد التحركات المطالبة بعودة الحريري لم تقتصر على العالم الافتراضي إذ رفعت شركة بروموميديا صورة للحريري على لوحاتها الإعلانية المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية سعد الحريري مواطن لبناني ورئيس حكومة لبنان وكرامته من كرامتنا ومثل ما كل العالم عم يطالب بعودته للبنان نحن شركة بروميديا حبينا ندعم عودته من خلال لوحاتنا الإعلانية نحن موجودين ب12 بلد ورح ندعمه بكل بلد نحن موجودين فيه قبل 12 عاما اجتمع اللبنانيون مؤازرين لعائلة الحريري يوم اختيل الرئيس الشهيد واليوم تحتجز السعودية نجله رئيس الحكومة ما جمع اللبنانيين مجددا للمطالبة بعودة رئيس وزرائهم دار الافتاة محجة للوفود والسياسيين اليوم الرابع على التوالي للتباحث في تبعات استقالة الرئيس سعد الحريري الملتبسة لليوم الرابع على التوالي استقبلت دار الفتوى في بيروت الوفودة والشخصيات السياسية للقاء مفتي الجمهورية اللبنانية عبداللطيف داريان المفتي داريان اكد امام زواره ان الحوار الهادئ والحكمة في معالجة الامور بين جميع الاطراف والقوى اللبنانية هما ضرورة وطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان واكد داريان ان استقالة الحريري التي نتفهمها وفق قوله اتت في ظروف صعبة ومعقدة في لبنان داعيا الى التريث في اتخاذ موقف منها داريان شدد ايضا على اهمية العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومن ضمن اللقاءات التي عقدها مفتي الجمهورية اللبنانية لقاءه رئيس الحكومة الاصبق دمام سلام الذي رأى ان الرئيس الحريري تحمل كثيرا معلنا مقوفه الى جانبه في هذه الظروف الرئيس الحريري مثل ما بيعرف الجميع تحمل الكثير واخد خيار وطني كبير فيما تحمل ونحن بالتالي كنا الى جانبه اعتقد ان ما قلته في وقتها يقوله كل لبنان اليوم كل لبنان اليوم الى جانب الرئيس سعيد الحريري ونحن ثقتنا بقدرات وبإمكانات الرئيس الحريري ثابتة ومستمرة وهذا امر لا اعتقد احد اليوم في البلد يختلف عليه ولا منا ولا جميل لنا بدليل وزير الاتصالات جمال الجراح زار ايضا دار الفتوى والتقى المفتي داريان وبعد انتهاء اللقاء اثنى الجراح على جهود المفتي من اجل الحفاظ على السلم الاهلي سماحته ليس غريب عليه هذا الدور دائما هو في طبيعة الحرسين على الاستقرار وعلى الوحدة الوطنية وعلى المعالجات خاصة بالازمات الكبيرة عم نراهن على دوره على مرجعيته على وطنيته الكبيرة واستقبل المفتي داريان كذلك عضو اتحاد المحامين العرب عمر الزين الذي رأى ان لبنان يمر باخطر مرحلة في تاريخه نطالب بان يكون دولة رئيس مجلس الوزراء لبنان الاستاذ سعد الحريري على رأس حكومته في لبنان اليوم قبل الغد ومن ضمن زوار دار الافتاء وفد من حركة المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان الذي اكد ان عودة الحريري الى لبنان ستكون عودة وطنية وعلينا جميعا ان نكون صفا واحدا من اقصى شمال لبنان الى جنوبه لان اليوم الروية والحكمة والمسئولية الوطنية التي تحلى بها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب وحتى دولة الرئيس الحريري الذي ننتظره جميعا ومن ضمن الوفود التي زارت دار الافتاء يوم الجمعة وفد من مختاري بيروت ووفد من الاتحاد العمالي العام اضافة الى عدد من النواب والوزراء السابقين مفتي ترابلس والشمال الشيخ مالك الشعار دعت دولة الى حسم امرها لاجاد حل لكل اسباب استقالة الرئيس الحريري وان لا قد تتوالى الاستقالات وهذا من شأنه تصدع الوطن وقال في خطبة الجمعة انه لا يجوز ان يشعر فريق بانه منتصر وغالب على الاخر الازمة السياسية التي نمر بها لا تتوقف عند غياب دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري فحس انما ينبغي ان ندرك اسباب الاستقالة ابعاد الاستقالة مضمون الاستقالة لا يجوز على الاطلاق ان يشعر فريق انه منتصر وغالب على الاخر لا بانتمائه الخارجي ولا بامكانياته العسكرية والسلاحية لبنان كبقية الدول والاوطان والمجتمعات ينبغي ان يتساوى فيه الناس بكل انواع الحقوق والواجبات اسباب الاستقالة خطيرة ومضمون الاستقالة اخطر وغياب رئيس وزراء لبنان عن بلده قضية كذلك تحتاج من الدولة ان تحتضنها وتستوعبها وان تجد لك حلا وان تجد لك فرجة اللواء اشرف ريفي يرى ان استقالة الرئيس سعد الحريري ليست قضية شخص انما قضية وطن وهوية ويقول لتيار المستقبل لا تضيع البوصلة في وقفة امام مسجد التقوى في ترابلوس تزامنت وبدأ محاكمة المتورطين في تفجير مسجداء التقوى والسلام جدد اللواء اشرف ريفي تأييده لبيان استقالة الرئيس سعد الحريري وأثنى على شجاعته لا سيما ان مضمون بيان الاستقالة يمثلنا كما قال مواجهن التحية الى المملكة العربية السعودية لقد بارقنا الاستقالة نعم لقد بارقنا استقالة الرئيس سعد الحريري وقلنا له انه موقف مبارك وشريف ومضمون بيان الاستقالة يمثلنا لم يكن البيان الوزاري ولم يكن تشكيل الحكومة تمثلنا الاستقالة تمثلنا نعم القضية ليست قضية شخصية اخوان هي قضية وطن وقضية هوية وقضية وجود وقضية حقوق نعم نقول لجميع نحن نحترم الشخص انما القضية ليست قضية شخص لا تضيع البوصلة من هنا نقول نوجه تحية كبيرة للمملكة العربية السعودية نوجه تحية كبيرة للملك سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم ونكون لهم نحن الى جانبكم نعم لأهلنا في تيار المستقبل كنا الى جانبكم وعندما تعودوا الى الصراط المستقيم الى السوابت الى المبادئ سنكون الى جانبكم نحن لسنا مع الشخص نحن مع القضية يا اخوان لا تضيع البوصلة نحن نقف على مفترق طرق نريد ان ننظر كيف تحكم المحكمة رأينا كيف حكمت المحكمة لما شباب من السنة فجروا مكانا في جبل محسن رأينا كيف اعتقل المئات بشبهة وغير شبهة ورأينا كيف وصموا بالارهاب ولا زالوا في السجون واليوم ننتظر لنرى هل سيعامل هؤلاء كما عمل شبابنا وطلب احمد عبوس المتحدث باسم اهل شهداء التقوى والسلام المحكمة بانصاف الشهداء واسرهم جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية تشارك في الاستشارات بين بعبد ودار الافتاء بوفد رفيع على رأسه الشيخ حسام قرقيرة والنائب السابق عدنان ترابلسي امل رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ الدكتور حسام قرقيرة ان يتخذ المسؤولون القرارات والمواقف التي تعزز الوحدة الوطنية والامن والاستقرار في البلد موقف قرقيرة جاء عقب زيارته مفتر الجمهورية الشيخ عبدالطيف داريان يرافق نائبه الشيخ عبدالرحمن عماش وعدنان ترابلسي وبدر الطبش لابد في الظروف التي نمر فيها بوطننا الحبيب لغنان أن نأتي إلى دار الفتوى المرجعية لنستمع إلى سماحة المفتي ونتشاور معه وندعم موقفه الذي يحافظ على أمن واستقرار لبنان وكلنا أمل أن نتجاوز جميعا كلبنانيين هذه المرحلة الاستثنائية ونخرج منها إن شاء الله أكثر منعا وأكثر تماسك وكان رئيس الجمهورية العمد ميشيل عون قد استقبل رئيس جمعية المشاريع الشيخ قرقيرة في إطار مشاوراته الشخصيات الروحية لبحث تبيعات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري السيد علي فضل الله رأى أن من حق اللبنانيين السؤال عن استقالة الحريري داعيا إلى عدم الاستسلام للتهولات والإنجرار خلف الشائعات والتحليلات المعروفة الأهداف والتي تريد أن تساعر الخوف لدى اللبنانيين يعني فيه إهانة واضح طيب نعرف خلينا نعرف الأس حتى واحد يعرف تحامل مع الأمر الواقع وإذا كان صحيح حصلت والله أجبر عليها بعدنا شوفوا كل اللبنانيين الآن عايشين ما عارفين أي واقع الأسباب وعن الأسباب والخلفيات الكامنة وراء ذلك أيضا وين رح تصب بأي اتجاه من حق اللبنانيين أن يطرحوا كل هذه التساولات فالاستقالة حصلت بشكل غير مسبوق هي من خارج حدود الوطن ما تعودنا وإلى الآن لم تقدم بالطريقة اللي لم بغي أن تقدم بها وهي جاءت أيضا خارج السياق الذي كان عليه الواقع السياسي حزب سبعة يطلق حملة سوا في أمل لتوحيد اللبنانيين بدنا توحيد كل اللبنانيين مش رح نسمح له لقصمونا مسيحي درزي سني شيعي مش رح نسمح له لقصمونا 8 و 14 مع هالدولة أو مع هديك الدولة مع هالمحوال أو مع هداك المحوال بدنا نكون مع لبنان بس مش رح نسمح لأي دولة إننا تدخل فيه وقت نوقف كلنا مع بعض مواطنين أحرار من كل الطبقات من كل الطوايف من كل الأعمار رجال إساء إذا وقفنا سوا وكننا كتار صلبين ومنظمين إذا وقفنا سوا فينا نطهر الفساد فينا نسترجع بلدنا فينا نخلق طبقة سياسية ونبني وطن لألنا كلنا مش بس لبعد سوا لكل أم وبيت عبونا إزاي لكل شاب وصبي بدون ينطفضوا على الأمر الوهي لكل مواطن عبيفقت الأمل إذا وقفنا سوا فيه أمل فيه أمل تدريب مشترك بين الجيش واليونيفل منع الانتهاك القرار 1701 نفذت قوة مشتركة من وحدات اليونيفل منتشرة في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية تدريبا مشتركا مع قوة من اللواء السابع في الجيش اللبناني في مركز مهجور تابع للأمم المتحدة في تلال بلدة بلاط قرب مرجعيون وذلك بإشراف قائد القطاع الشرقي لليونيفل وقائد اللواء السابع في الجيش اللبناني والكولونال النبالي لاما المشرف على التدريب وأجرت الفرق التمارين على كيفية اقتحام مواقع عسكرية والسيطرة عليها واقتحام منازل سكانية يفترض اختباء مسلحين بداخلها وحماية المدنيين كما تولى الضباط المدربون من قوات اليونيفل شرح عمليات الاقتحام الميداني للمواقع المستهدفة وقدموا النصح والتوجهات للوحدات المشاركة الجيش اللبناني هو جيش محترف وهذا تدريب يساهم في تبادل الخبرات ورافع مستوى التنصير بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل وأضاف سينغ أن الجيش اللبناني هو شريك أساسي وستراتيجي بالنسبة لليونيفل في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع أي انتهاك للقرار 17-01 يعد هذا التدريب الميداني جزء من الأنشطة الداعمة للجيش والتي تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتحسين مستوى التفاهم والتنسيق والإجراءات العملانية على الأرض في المهام المشتركة بحيث يتم تبادل الخبرات والمهارات بين كلا الطرفين جامعة البلمان تستضيف المؤرخ طريف خالدي في محاضرة حول رؤية بعض النظريات الحديثة للتاريخ الإسلامي تأملات في بعض النظريات الحديثة للتاريخ الإسلامي المبكر هو عنوان المحاضرة التي ألقاها الدكتور طريف خالدي بدعوة من مركز الشيخ نهيان للدراسات العربية وحوار الحضارات في جامعة البلماند بداية استعرض الدكتور محمد ريحان تاريخ الدكتور خالدي الأكاديمي الطويل الذي يرى أن الحضارات لا تتصارع بل تتناغم وتتلاقى فيما بينها بدوره أشاد خالدي بالتشجيع جامعة البلماند للبحث والتفكير النقدي متطرقا إلى بعض النظريات الحديثة في التاريخ الإسلامي المبكر لمفكرين غربيين محدثين شككوا في الرواية التاريخية الإسلامية وتوقفا عند بعض الحجج التي استعملها هؤلاء المشككون لقد رأى المشككون أن المؤرخ الإسلامي لا يتعامل مع تاريخه كوقائع بل ببعده الديني الخالصي وهذه المقولة لم تلقى رواجا لدى الأكاديميين المهتمين الحجة الثانية تتعلق بالتاريخ الشفهي للرواية الإسلامية التي تزعم أن التدوين التاريخي بدأ بعد 150 عاما من الحدث لكن الأبحاث الحديثة تنفي هذه النظرية لأن سوء الفهم يتأتى من عدم فهم تقنيات النقل والتدوين لدى المشككين الحجة الثالثة تزعم أن ليس في الإسلام وجود لمؤرخين معاصرين للحدث والرد يكون في أن ذكريات الإنسان تنتقل من جيل إلى آخر وعلى مدى قرنين الحجة الرابعة التي استعملها المشككون هي نقد النصوص وزعمهم أن النصوص التاريخية الأولى تعتمد على كثير من الروايات الأسطورية الرائجة وهنا نقول أنه على الرغم من أن الرواية قد تكون أسطورية لكنها قد تحمل بذورا من الحقيقة وقد تكون مبنية على أسس واقعية ومن الممكن أن تحمل دلالات معينة وخدم خالدي مؤكدا عدم الرفض المطلق لأراء المشككين في الرواية التاريخية الإسلامية داعيا إلى الأخذ ملاحظاتهم إذا كانت مفيدة على أن لا تثني آراءهم المؤرخة المتابعة البحث في الوقاعة التاريخية مهما كانت السعاب ولان ننتقل إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداج سعيدة أسئلة كثيرة عم تنطرح بعد المستجدات السياسية الأخيرة خصوصا بما يتعلق بتوقيف أصحاب الإمبراطوريات الإعلامية ثلاثة وليد الإبراهيمي الأم بي سي وليد بن طلال روتانا وصالح كامل الأير تي مع حفظ الألقاب كيف الإنعكاس على الواقع الفني والفناني رح يكون هو موضع تساؤل بالأخص بعد توقيف الفناني أحلام عن برنامج دابويس بسبب انتغادة أغنية قول القطر بين السياسي والفنان بالعالم العربي جدا أديمة وجدا كانت نوعا ما بتاخد شكل تبعي كانت أم كلتوم مثلا تعتبر مطربة البلاط الأول عيام الملك فاروق لدرجة أنه لما قامت صورة الضباط الأحرار كان فيه اتجاه أنه يصادروا أموالها هي وعبد الوهاب أحطان بالإكرامة الجبرية لو لا تدخلات معينة وانحلت الأزمة وصارت مطربة الثورة على عكس نوع تاني مثل نقول مسرح شو شو اللي كان منغمس بالهم الوطني والسياسي والاجتماعي ما خلق له مشاكل مع السلطة نحن بمثال بيشبه مثال أم كلسوم هلأ مثال هو التبعية مثال المهلل واللي بيزقف واللي بينطر بده يشوف مين الربحان اللي يصف معه لجنة زفويس عاصل حلانة إليسا محمد أحمائي تم استبدال أحلام بنوار الكويتية ما فيه ولا موقف ما فيه كلمة يعني لحديث ما نحن عم نصور هلأ ما فيه ولا كلمة يحكوها فيه فنانين مسميين ولادهم على اسم الوليد بن طلال وفيه علاقات كتير جايدة مثلا مع الوليد بن طلال والوليد إبراهيمي فكيف تشوف اللوحة واضح لهلأ أنه مثل ما قلت أمبراطوريات إعلامية هي بالفعل بس أثبتت أن مؤسسات وبعدها الشركات على رأس عملها وعب تشتغل وبرامجها عب تصورها وحتى مثلا استبدال أحلام مثلا ضغر استبدالوها بنوال وقرروا يعيدوا التصوير فشغل ماشي يعني ما أنا أثبتت أن مؤسسات ما أنا مرتبطة بشخص أما بعض الفنانين فكان موقفهم غير فيه فنانين كان عندهم موقف لافط للنظر دعوا لعدم التعاطي بالسياسة كليا بناتهم مثلا الفنان المصري ماي كاساب وكمان فيه كلام نوعا ما مشابه للفنان راغب علامي اللي اعتبروا أنه الحكب السياسي لا بيقدم ولا بيأخر خلينا نقول أنه من أفضل ما أنتجه الفن اللبناني مثلا ناخده نموذج كان خلال الحرب معهد المقابل المشاهدين بكونوا صد فخرة فن الخبر لنهيته بعد الإعلان البغدادي في البوكمال وصباح تتصدر جوجل أفاد الأعلام الحربي بأن أنباء ترددت عن وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في مدينة البوكمال السورية في خلال عملية الجيش السوري وحلفائه لاستعادة المدينة ولم يحدد التقرير إن كان البغدادي قد اعتقل في البوكمال التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها هذا الأسبوع من فيتنام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بعدم السماح لديكتاتور بيونج يونج بإخافة العالم قادما من الصين وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دانانك في فيتنام البحثة مقبل الأخيرة من جولته الأسيوية التي ينهيها في الفلبين حيث شارك في قمة منتدى التعامل الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وتعهد ترامب في خطابه خلال القمة بعدم السكوت أمام استهداف المؤسسات المدعومة من قبل حكومات الدول للشركات الأمريكية مؤكدا استعداد بلاده لعقد اتفاقات تجارة ثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفع المتبادلة وعدم السماح باستغلال البلايات المتحدة في مجال التجارة كما ندد بسياسة رئيس الكوري الشمالي معتبرا أن آسيا لا يمكن أن تعيش تحت تهديد هذا الأخير أن مستقبل هذه المنطقة وسكانها الرائعين لا يمكن أن يكون مرتهنا لأوهام الدكتاتور بيونج يونج بالغزو العنيف والابتزاز النووي لا يمكن أن ندع هذا الدكتاتور المجنون يسيطر على العالم ويخيفه بالأسلحة النووية على المنطقة أن تكون موحدة لأن كل خطوة يقوم بها النظام الكوري الشمالي نحو المزيد من التسلح هي خطوة نحو خطر متزايد وخلافا لما أشيع أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يلتقي نظيره الروسي بلاديمير بوتين على هامش قمة المنتدى وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز أنه لم يتم تأكيد عقد أي اجتماع كما أنه لن يعقد بسبب صعوبة التنصيق بين جداول الأعمال من الجانبين وكان ترامب أشار بوضوح إلى اللقاء مع النظير الروسي خلال لقاء الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية وقال أعتقد أنه من المقرر أن ألتقي بوتين نحن نريد الحصول على دعمه حول كوريا الشمالية والآن إلى فقرة ترانس مع الزميلة نور صومة مرحبا فيما يخص الأزمة يلي عم يمرق فيها لبنان ويلي مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير من وقت أعلان الحريري عن استقالته نبدأ مع أبرز ثلاث تغريدات نشرون ثلاث زعمة سياسيين اليوم تم تداولهم بكترة على السوشيال ميديا أول تغريدة النائب وليد جمبلات اللي كتب فيها بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار وبالمناسبة لا بديل عنه وأرفق التغريدة بها الصورة بدوره غرد رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجي كرامة وطننا من كرامة رؤسائنا فلنبدي مصلحة الوطن على حساب الحاقدين مع عودة سعد الحريري ثالثا رئيس حزب التوحيد العربي وياموهاب غرد الالتفاف الدولي حول موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون والاستقرار اللبناني قد يمنع أي خطوة غير محسوبة وقد يؤدي لعودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري قريبا أما بالنسبة لللبنانيين يلي تعبوا من التساؤلات والتهديد السعودي لسيادة لبنان فتواصلت تعليقاتهم على تويتر وفيسبوك وانهالت انتقاداتهم للسعودية والتوتر يلي عم بتحاول تسببه بعد الاستقرار يلي أخيرا كان عم يعيشه لبنان نيدال كتب على فيسبوك السعودية تخوض حربا نفسية على شعب كان يأرجل بحرب تموز على صوت الأمكي طارق خوري كتب لو فرضوا حصار بر وبحر وجو على لبنان بطمنهم من روح سبيحة أو مشى العيون المقاومية اللي ريفع رأسنا عبد الباري غرد إذا كان الحريري محتجزا فإن احتجازه أعطى نتائج عكسية وجعله الأكثر شعبية ووحد حزبه واللبنانيين خلفه والمطالبة بعودته إنه أعظم احتجازا بتاريخ لبنان بعيدا عن هالأجواء وللحديث عن موضوع بفرح محرك البحث الشهير جوجل بتغيير شعاره احتفالا بالذكرى التسعين لميلاد الفنان الراحل الشحرورة صباح ولها المناسبة تغيرت جوجل دودل إلى صورة الفنان اللبنانية وراها أعمدت بعلبك الرومانية وفرقة الدبك اللبنانية بالزي الفولكلوري لهون ممكن نصلنا لنهاية تراند يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك وفيكن تتابعونا على انستجرام وتويتر لأنا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا وفي الرياضة اتفاقية نيات بين لبنان واندونيسيا في مجالي الشباب والرياضة وقع وزير الشباب ورياضة اللبناني محمد فنيش والاندونيسي اتفاقية نيات تمهيدا للاتفاقية الشاملة بين البلدين في مجالي الشباب ورياضة التي تنتظر التفويد من الحكومة اللبنانية اتفاقي تحتاج إلى تصديق حسب الأصول وتعرفون الظروف التي يمر بها اليوم لبنان حيث فرد علينا بفعل التدخل الخارجي أن يغيب رئيس الحكومة وبانتظار جلاء هذه المسألة وعودة رئيس الحكومة إلى البلد التوقيع جرى في ختام لقاءات بحثت في عمق العلاقات والسبل لتطويرها حضرها سفير إندونيسيا في لبنان أحمد خاز حميدي وممثل القطاعات المعنية في تتويج لزيارة الوزير الإندونيسي إلى بيروت الغرض من زيارتي هو تقوية العلاقات القائمة بين بلدين ودفعها إلى الأمام في مجالي الشباب والرياضة لما لذلك من فائدة مشتركة لشبابنا نهراوي تمنى على لبنان المشاركة بكثافة في دورة الألعاب الأسيوية المقررة في إندونيسيا في العام المقبل كما دعا فنيش إلى زيارة جاكارتا بحيث يوقع الاتفاق النهائي هناك على هامش الألعاب المذكورة كان في النشرة نصر الله يدوى السعودية إلى التعقل ومحاسبة حزب الله أنا أعمى مبشوف أنا ضواب السيوف البخاري يقترح على عون إفادة بسيل للاطمئنان على الحرير الجديد تكشف إفشال خطة مبايعة بهاء الخارجية الأمريكية تحمل حكومة اللبنانية المساعدات السعودية للبنان تهويل بالأرقام طبعا بما أنه عنده استثمارات للبنانيين وعنده استثمارات للسعوديين بده يفكر للعشرة الواحدة في تراندس حملة لعودة الحريري أعظم احتجاز في التاريخ وكان في فن الخبر الفنانون مع الغالبون المسال هو التبعي وتابعنا في النشرة أيضا رفع صور الرئيس على لوحات إعلانية ومن حبك يا سعد كان هذا كل شيء حتى الساعة شكرا لحسن المتابعة مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا الجديد على فيسبوك الجديد وعلى تويتر الجديد نيوز أعود وألقاكم في نشرة الليلية إلى اللقاء اشتركوا في القناة